على هامشي القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة عقد وزير شؤون الخارجية وتعاوني الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الناصر بوريطة سلسلة لقاءات مع رؤساء عدة وفود إفريقية مشاركة بالقمة نواصل من شمال إفريقيا من المملكة المغربية وجهود إدماج الشباب في وضعية هشة أمس بالرباط دع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تبني مقاربة مندمجة من أجل تسريع الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين المجلس وخلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأيه حول الموضوع أوضح أن هؤلاء الشباب يواجهون أشكال إقصاء متعددة ويجب تحويلهم إلى رأس مال بشري منتج مزيد من التفاصيل مع محمد الغول هو رقم مقلق ذلك الذي كشف عنه رضا الشامي مليون ونصف المليون شاب في حالة عطالة أعمارهم تتراوح ما بين 15 سنة و24 سنة عطالة معقدة لتعلق الأمر بفئة غير مندمجة في المجتمع فئة شباب النات أرقام ترتفع حسب الشامي وسط الفئات العمرية الأكبر والمغرب في أمس الحاجة لاستفادة من هذه الطاقة الشاب لمشينا الـ 15-34 سنة نجرب بنا ذلك الرقم تدوز من 1.5 مليون إلى 4.3 مليون هذا أرقام مقرقة جداً لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني ويوجدون في وضعية بطالة أو خارج ساكنة نشيطة أي لا يبحثون عن الشغل لسبب من السباب لا يمكن حقاً هات الشباب تستهلون تهموا واحد المستقبال لائق وزهر في البلدات رئيس المجلس الاقتصادي والاجماعي والبيئي أضاف أنه ولكل هذا الوضع المجلس يوصي بتعزيز قدرات شباب النت من خلال نظام معلوماتي وطني له امتداد جهوي لرصد معطيات هؤلاء الشباب وإرصاء منظمة مواسعة للاستقبال والتوجيه وتحسين خدمات وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجماعي لفائدة هذه الفئة